ما يميز هذا المؤتمر أنه شارك فيه أعداد من غير المسلمين نصرة ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا وجد له قبول كبير إضافة إلى مشاركة المسلمين من شتى أسقاع الدنيا إنما الجديد فيه هو مشاركة غير المسلمين في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعذرة أحد الأبحاث أحد الباحثين تقدم ببحث عن ابن تيمية وهو غير مسلم هذا الرجل هذا الباحث تقدم ببحث عن ابن تيمية كنموذج في الحوار بين المسلمين والمسيحيين وتحدث يعني بحث في الرسالة القبرصية وبحث في كما لو كان باحثا مسلما كما لو كان مسلما مقصده أن يظهر جهود العلماء المسلمين في بدايات الدين الإسلامي في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار بين المسيحيين والمسلمين بأننا نقوم على أساس سليم ترجمة نانسي قنقر